اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى اللقاء الى اللقاء السلامة السلامة غادر سامبي ورفقهم من اجل التدريب في الجبل العميق ترى هل سيستوعبون اسرار مدرستنا رايكي اين انت اعتقدت يا رايكي انك تتسكعين في الخارج بينما انت هنا تدرسين لا ترهق نفسك يا ابنتي اه لقد هربت للمرب الآن يا نجحت اخيرا في الهرب يا ريكو يجب ان اسرار هيا ريني مهارتك في الرفف الآن هيا سامبي ها؟ 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 هيا لا أستطيع استحابك معي إلى الجبل يا ريكو سأعود سريعا ها؟ ها؟ اتني به يا رايكي أرجوكي تعال سامبي خذ هذا ها؟ حضرتها من أجلك يا سامبي شكرا لك هاتنا ها؟ هذا ليس عدلا إن كمية الطعام هذه تكفي ثلاثة أشخاص ها؟ شكرا لك رايكي لقد تأخر الوقت إلى اللقاء عودي إلى البيت الآن إلى اللقاء لا تضيع الوقت في اللعب ها؟ شكرا لك على الطعام هني آن ها؟ لنعود إلى البيت الآن هيا أنا جائع جدا كمية كبيرة ها؟ هيا بنا نلتهمها عليها هيا هيا لقد نجونا ما هذا إنه الخردل خذي أنا سأدبر لهم فخن عندما يعودون لا تتوقف هيا تحرك ها؟ 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 هذا هو جبل الكناريو ترى ماذا ينتظرون هناك؟ سمعت أن المدرب كيندو صارم جدا بإمكانك أن تعود إذا كنت خائفة يا كينتان ها؟ 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 رائع هذا مثير جدا سيقضى علينا إذا سقطنا من هنا هل سنبقى في هذا المكان طويلا؟ ها؟ ماذا حدث يا رابسو؟ لا شيء إطلاقا هل أنت خائف؟ بالطبع لا أنصحك بالعودة فورا يا رابسو؟ سأكون بخير رابسو، إلحقوني لا تهزي الحبل يا سنبي أسف يا كينتان، هيا حاول عبور الجسر الآن ها؟ لا تقف عليك يا رابسو، الحبل سيقضى لا أستطيع فقط تزمرت قدمي رابسو لا تقف عليك يا رابسو لابد انها مكيدة يوشك الجسر على الانهيار ولهذا يستخدم الناس ذلك الجسر رابسو هل انتم ذاهبون لزيارة العجوز كيندو هل تعرفه يا سيدي؟ اجل وقد كنت في طريقي اليه جئت في الوقت المناسب ماذا تفعل يا سيدي؟ اصطاد السمك هذا واضح نحن مستعجلون كي نصل اليه ايها السيد هيا نتحرك بسرعة لدينا وقت كافر حتى مغي بالشمس لا دائل العجلة فرصة اين تذهب؟ انه فضولي كعادته ارى الاسماك تبتعد؟ هل تجرب حظك؟ وما المانع؟ طبا لهذا الولد كينتان ما رأيك بان ننسى امره ونبدأ التدريب فورا؟ فكرة جيدة لنبدأ التدريب منذ الان هل انت مستعد؟ الاسماك تهرب انه الخطر خطر؟ يتحسس هذا النوع من الاسماك الحركة غير العادية فيختبئ بين الصخور اتفهم هذا ايها الولدها؟ بهذه الطريقة يكون التهديد قد زال ها قد وصلنا الى كوخ العجوز كيندو سيد كيندو نحن المدرسة الكونفو هل انت بخير؟ سيد كيندو سيد كيندو سيد كيندو لا تصرخوا انا هنا ها؟ وما شأنك انت؟ سيد كيندو قلت كفى انا هنا سا... ها؟ ها؟ انت هيدا هو؟ كنت متأكدا انك سيد كيندو خدعتنا بلون عينيك يا سيد كيندو سأذلكك يا سيدي ها؟ 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 نرجو السمحة منك يا سيدي اخبرنا يا سيدي اخبرنا يا سيدي اخبرنا يا سيدي اخبرنا ها؟ هيا هيا شكرا ام 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 ام? لم لا تأكل؟ انها لذيذة ام داعلي سيد كيندو متى سنبدأ التدريب؟ سيد كيندو سيد كيندو لقد جئنا الى هنا كي نتعلم منك اسرار رياضة الكونفو لا لنأكل وننام تأخر الوقت اذهبوا إلى النوم الحياة في الجبل العميق ممتعة جدا اذهبوا إلى صيد السمك ساحرص على أن تكون بطونكم مليا هل سنقضي وقتنا في الأكل يا سيد كيندو دربنا يا سيدي هل تريدون تدريبات شاقة؟ أجل قوموا بغسل الثياب ها 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 تبا لا هكذا تكون التدريبات شاقة؟ ما الذي يدور في ذهن هذا المدرب يا سامبي؟ لابد أن لديه فكرة ما لم أكن لأتوقع هذا إنه لا يفكر في شيء محدد ربما كان دجالا لا يمكن كبر سنه أثرت مهارته وهو يريد أن يخفي عن هذا بطريقة ما احتمال معقول جدا لنكن يدا واحدة إذن لم أفهم ماذا ستفعلان؟ سوف نختبر مهارته هل تنوي الانضمام إلينا؟ أجل يا سامبي فأنت تعرف جيدا أننا لم نأتي إلى هنا من أجل القيام بأعمال الغسيل أليس كذلك؟ نعم ولكن أخشى أن يقع ما ليس في الحسبان لا أراه هنا المكان خالد ترى إلى أين ذهب انظر اسمع ماذا؟ يتحسس هذا النوع من الأسماك الحركة غير العادية فيختبئ بين الصخور أتفهم؟ إذن الأسماك قادرة على الرؤية من داخل الماء سيدربنا على رياضة الكونفو وهو صياد سمك أمر يدعو إلى الحيرة فلنقترب منه؟ إلزم الحذر يا سامبي لا تخف يا رابسو سأدافع عن نفسي جيدا هيا بنا سأكون له خصما قويا وسأفوز عليه حتما هيا أزعجتم الطيور بحركاتكم ها؟ إذا أردتم التعلم مما حولكم ينبغي أن تركنوا إلى الهدوء التام مفهوم؟ تقصد أن رغبتنا بالتهديد تشكل خطرا كبيرا يا سيدي؟ الذي فهمته من كلام المدرب كيندو هو أن الكونفو هي وسيلة لمحاربة الشر ولمساعدة الآخرين بالتخلص من مآسيهم أليس كذلك؟ هل هذا هو المقصود؟ عليكم أن تتخلصوا من سلوككم الشرير إذا أردتم فهم ما سأدربكم عليه سيد كيندو قل لنا كيف نفعل ذلك؟ لا ما أصطد ما يكفي من السمك من أجل عشاء اذهبوا إلى الوادي وأحضروا بعض البيض للأكل هيا إلى الوادي؟ هل حقا يوجد بيض في مكان كهذا؟ ترى أين يمكن أن نجد البيض في هذا الوادي الكبير؟ قدمي؟ قدمي؟ خبت أن تنكسر بيض؟ بيض؟ عثرت عليها أخيراً سامبي هل أنت بخير؟ أجل يا كينتان يوجد الكثير من الميض في هذا المكان انتبه كن حذراً يا سامبي لا أستطيع التسلق فالصخور تتفتت بين إيديه ابقى مكانك سوف أحضر حبلاً قوياً انتظر سأذهب معك لابد أن أجد مخرجاً من هذا المكان يا إلهي أفعال أمسا هذا الكهف وكر للأفاعي السامة أي أن هذه ليست إلا بيض أفاعي أسرع يا كينتان أعطني حبلان يجب أن نسرع أتسمع يا كينتان؟ أسرعوا فالفاعي تواجموني قدمي شكراً رابسو رمية الموفقة سامبي أمسك أخيراً أسرع يا سامبي كينتان الحبل قصير حاول يا سامبي قدمي أركض ثم أقفز يا سامبي لا أستطيع ذلك فقد التوات قدمي وهي تؤلمني انتظر سوف أحضر حبلاً أطول إهدأ يا سامبي فكر بما يجب أن تفعل تخلصوا من ميولكم الشغيرة إذا أردتم اتقان التمرين إن رياضة الكونفو تعتمد على قوة الجسم والعقل معاً أجل هذا صحيح علي أن أحاول ستهاجم لأفراحي إذا حاولت إذاءها فإذا استطعت التركيز بشكل جيد سأتجنب وقوع مواجهة أجد منها يجب أن أستفيد مما تعلمت من المدرب كينتو للتخلص من هذا المأزق فلن أنجو من خطر هذه الأفاهي إذا لم تهدأ نزعة إلى الرجوم سامبي أحضرت حبلنا أطول انظر يبدو أن سامبي قد نجح في تطبيق ما تعلمه من المدرب كينتو لقد ابتعدت الأفاهي جميعها ليس هذا وقت الكسل يا كينتان يجب أن نحاول هيا بنا نحاول أن ننقذ سامبي قبل كل شيء سامبي أمسك الحبل يا سامبي واصعد بسرعة شكرا لكم أيها الأصدقاء شكرا لقد أتقل أحد أسرار رياضة الكونفو في وقت قصير سأعود إلى الكاف وأنتظر موئي العشاء طعام الذي ماذا حدث بشر الطعام الآن لن تتحمل تدريبات الغد إذا نمتم جاين هل أنت شاد في هذا؟ أتريدون أن تعود بلا تدريب؟ ها 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 هنا بدأت مرحلة التدريبات الشاقة سامبي كينتان ورابسو سنرى كيف سيواجهون الأيام الصعبة المقبلة